مرحبا مواليد برش العذراء معكم كارمي شماس اليوم بدي احكي عن الابراج الاسبوعية يعني من التنين 27 نيسان ابريل للاحد 3 ايار مايو شوفي عنا بهذا الاسبوع اسبوع كتير امهم لانه عم نقطع من شهر نيسان ابريل لشهر ايار مايو شهر ايار مايو شهر كتير حلو اجمالا بالنسبة للكن الشمس موجودة ببرش ترابي صديق للكن تفتح قدامكن مجالات سفر ومجالات تخطيط وتعملوا مشاريع العلاقة بالخارج او بشيء جديد مختلف كليا بينضم للشمس كوكب عطارد مساء التنين بهذا الاسبوع في الامر بيوصل لبرشكون السبت والاحد وايضا طبعا في عنا المشتري داعمكن بلوتو داعمكن وعننا كوكب اورانيوس داعمكن فترة كتير حلوة غير انه كوكب الزهرة اللي موجود ببرش الجوزاء على نقطع عنكم دايرة الفلكية سوف يجلب للكن اخبار الحلوة في يومين بس رح بيكونوا بطئين وهو دول اليومين لازم تخصصوهم للراحة فخلونا نبلش ونشوف كيف رح بتكون الاحوال الفلكية لها الاسبوع الاحوال الفلكية هي مثل الاحوال الجوية بتعطيكن مجال لحتى تنظموا وقتكن وتختاروا اعمالكن وتضبطوا جدول اعمالكن حسب نوعية الوقت فلنبدأ مع الاثنين 27 نيسان ابريل الامر موجود ببرش الجوزاء حتى خمسة ونص المساء توقيت العالمي يعني تمانية ونص المساء توقيت بيروت يلي عم بتابعني من القارة الامريكية معناتها من الصبح او من الظهر الامر انتقل من برج الجوزاء لبرش السرطان وبتبدأ الانفراجات نسبيا كل شي الامر موجود ببرش الجوزاء يوم الاثنين بدكن تكونوا منتبهين موالي برج الجوزاء العدراء لانه الاستخفاف بالموضوع او باي مسألة او اي شي طارق بصير يوم الاثنين معقول يزعجكن معقول يضيقكن ومعقول يزكزككن شوي ويسبب بعض التحديات فترة كتير مهمة ما تخافوا منها اعلى نقطة بدائرة الفلكية قد تحمل للكم جواب كتير مهم انتوا عم تحلموا فيه بس عم عم نتقل الامر لبرش السرطان التنين المسأة التلاتة والاربعة الامر لبرش السرطان هناك نوع من تفاعل كتير حلو مع مواليد برج العدراء تفاعل تعاطف اهتمام تفهم دعم وتأييد ولوبيينج عم بيدور معكن اذا عنكن شيء بعد بهذا الاسبوع يعني من التنين للجمعة وماقدرتوا اشتغلتوا عليه التنين عنكن تلاتة والاربعة فقط لغير ليه؟ لانو الخميس ثلاثين نيسان ابريل الجمعة واحد ايار مايو تدخلوا بمرحلة ركود بسبب وجود الامر ببرش الاسد بتقولوا ليه شو دخل وما دخل؟ نوعية وقت الكواكب هي فقط تعطي نوعية الوقت فبدكن تقولوا انو اخر يوم شهر نيسان اول يوم شهر ايار مايو فيهم بطق بفيهم بطق وتباطق في حسم الامور وفي سير الامور وننستحسن انو هاليومين تخصصوهم لا الاستراحة بمعنى نصيحتي لالكن تخلصوا تختموا شهر نيسان ابريل ماكسموم مساء الاربعة تسع عشرين وتبدأوا شهر ايار مايو يوم السبت اثنين ايار مايو ليه؟ لانو سبت اثنين ايار مايو الامر موجود ببرشكن الاحد ثلاثة ايار مايو الامر موجود ببرشكن اقوى اقوى ايام الاسبوع اجملها اكثرها حظا هي السبت والاحد لانو رح تعطيكن مجال لحتى انتو انتو تقرروا شو بدكن وهناك قرار اكيد لانو في امور سوف تحسم وسوف تتوضح لالكن في صفحة رح تنطو وفي صفحة جديدة سوف تبدأ صارت الصورة بتصور واضحة بالنسبة لالكن برجع بكرر الخميس والجمعة خميس ثلاثين نيسان والجمعة واحد ايار مايو هني يومين للاستراحة فقط لغير ما تجيزفوا فيهم ما تحسموا فيهم امور خصصوهم للتسلي خصصوهم للترفيه عن نفس خصصوهم لالابتعاد عن الاجواء الصعبة عن الاجواء الغامضة عن بت الامور بد يعني ما تحسموا الامور انا بعتبره بصراحة اسبوع ممتاز لمواليد برج العذراء الحصوص الكثيري هي من نصيب الكل بصراحة بشكل خاص مواليد 30 31 اب اوسطس وايضا مواليد 18 21 ايلول سبتمبر هيدا المواليد عند تأثيرات ممتازة من اورانيوس من المشتري وايضا من بلوتو لكن بتابعوا الابراج اليومية لانه كل يوم بيومه في مواليد رح يطلع لحظوص اضافية ما تنسوا انه الشمس موجودة ببرش الثور ورح تدعم كون مية بالمية هيدا اذا كانت توقعات لهذا الاسبوع بدي اتمنى لكم اسبوع حلو على امل اللقاء مع الابراج اليومية باي باي